مرحبا بكم أعزائي متابعين برامج أونلاين حقدنا اليوم هي مراجعة لهاتف شاومي مي ماكس 2 حيث أصدرت الشركة النسخة في العام الماضي مي ماكس وحاولت تغيير بعض الخصائص والاسم لهذا الهاتف وبذلك سوف نتابع بالنظرة السريعة لأما جاء به من المواصفات لمي ماكس 2 الهاتف مصمم من الغطاء المعدني والزجاد نوع قرلا جلاس 4 هي الهاتف بسماكة 7.6 ملي متر أما عن الشاشة فهي بنوع IPS LCD بحجم 6.44 إنك بدقة 1080x1920 بيكسل أيضا بكثابة المفصلات تصل 342 لكل بوصة والشاشة تحتل 74% من واجهة الهاتف هي الهاتف أيضا بنظام التشغيل نوقة بواجهة EMUI أما عن المعالج فهو ثماني نواة سناب دراجون 625 بتردد 2 جيجا هرتزم مع ندعوم ببطاقة رسومات ادرينو 506 الذاكرة العشوائية هي 4 جيجا إلى جانب التخزين الداخلي بنوعين 64 و 128 أيضا يمكنك ترقية التخزين إلى 256 جيجا بايت أما عن الكاميرا فهي 12 ميجابيكسل بفتحة عدسة 2.2 بفلاش 2 LED بالإضافة إلى التركيز البصري للصورة وبقية أوضاع التصوير مثل HDR الكاميرا الأمامي هي 5 ميجابيكسل بفتحة عدسة 2 أما عن التصوير بدقة الكاميرا فيمكنك تصوير بـ 4K 1160 بيكسل لكل 30 لقطة أو 720 بيكسل لكل 120 لقطة ميزات الشحن والبطارية فجاء بسعة 5300 ميلي أمبير مع خاصية الشحن السريع Quick Charge 3 أما عن الحساسات فهي توفر على حساس لبصمة الأصابع وحساس جيروسكوب ويحتوي على خصاص الاتصال الجيل الرابع بالإضافة إلى البلوتوث نوع 4.2 وخاصية NFC ومدخل السماعات 3.5 ومنفذ للـ USB Type-C أما عن الألوان التي قررتها الشركة فهي الذهب المتاح حاليا والسعر بحوالي 280 يورو لا تنسى مشاركة الفيديو مع أصدقائك ومتابعة قناة برامج أونلاين والضغط على زر الاشتراك بالإضافة إلى تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد